اشتركوا في القناة وصن دائم على تطوير العمل الإسلامي في مملكة البحرين وترسيخ القيم والتقاليد الدينية الأصيلة ومتبعة الشؤون والقضايا الإسلامية فيها ورعايتها ودعمها وخصوصا الأوقاف الإسلامية وما يتعلق بها باعتبارها جزءا مهما من تاريخ البلاد وهويتها وثوابتها ورسوخ قيم الخير والبذل والعطاء في أبنائها وبهذه المناسبة وفي جلسته الاعتيادية التي انعقدت صباح اليوم برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أعرب المجلس عن تهنيه لرئيسي وأعضاء مجلسي الأوقاف السنية والشعفرية بنيلهم الثقة الملكية الغالية بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستهلها بالاطلاع على آخر مشروعات الأنشطة المصاحبة لأعمال وبرامج معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم ثم استعرض تقرير متابعة مرفوع من لجنة متابعة إنشاء الجوامع وملحقاتها عن آخر المستجدات حتى نهاية العام الماضي حول المشروعات الجاري تنفيذها والتي سيتم طرحها في مناقصات بناء وصيانة وثمن المجلس جهود الأمانة العامة ولجنة متابعة إنشاء الجوامع وملحقاتها في متابعة مشروعات الجوامع اشتركوا في القناة